بسم الله الرحمن الرحيم ما زال الحديث موصولا عن وجه الشبه بين الأسماء المبنية والحروف كنا قد تحدثنا عن الشبه الوضعي واليوم نتحدث عن الشبه المعنوي ما المقصود بالشبه المعنوي؟ ما المقصود بالشبه المعنوي؟ أهو أن يتضمن الإسم معناً من معاني الحروف؟ سواء أو وضع لهذا المعنى حرف أم لم يوضع أن يستخدم الإسم ويتضمن الإسم معناً من معاني الحروف أن يتضمن الإسم معناً من معاني الحروف سواء أو وضع لذلك المعنى حرف أم لا فمثلا متى في قولك متى السفر تسأل بها عن أو هنا استفهام متى السفر استفهمنا بمتى وهي اسم وهي مبنية وكذلك متى في قول الله تعالى متى نصر الله متى هنا اسم استفهام مبني لماذا جاءت مبنية لأنها أدت نفس المعنى الذي تؤديه مع الهمزة الاستفهام وهمزة الاستفهام حرف فأقول أحضر محمد أنا استفهمت بالهمزة كل من الهمزة ومتى يستفهم بها عن معنى محدود فشابهت أدت معنى الاستفهام متى أدت معنى الاستفهام الذي يؤدى به حمزة الاستفهام فشابهت العرف فجاءت مبنية وكذلك من في قول الله تعالى من يعمل سوء يجز به من هنا اسم شرط وهي تؤدي اسم شرط مبني وتؤدي الشرط الذي تؤديه إن تؤدي نفس المعنى وهو الشرط الذي تؤديه إن الشرطية كقولك إن تذاكر تنجح أديت الشرط بإن معنى الشرط أدية بإن وإن حرف وكذلك من هنا اسم شرط مبني لأنه أدى المعنى الذي أدته إن الشرطية فكل منهما يؤدي المعنى نفسه فشابهت أسماء الشرط وأسماء الاستفهام جميعا ما عدا أي فقط سواء في الشرط أو الاستفهام جميعها شابهت الحروف في المعنى فهي مبنية جميعها ما عدا أي الاستفهامية ما عدا أي الاستفهامية أو الشرطية أو الآن انتقلنا إليها أي فإن قيل لما أعربت أي الشرطية والاستفهامية حتى نفسها وكذلك الاستفهامية أي الشرطية كقول الله تعالى أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي على لسن موسى عليه السلام مع شعيب أيما الأجلين هنا أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي ده أسلوب شرط أسلوب شرط استخدمت فيه أي وهي مغربة وليست مبنية كذلك أي الاستفهامية تقول في أي يوم تساف وفي قول الله تعالى فأي أنا مرفوحة بالطمهة فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم مؤمنين فأي الفريقين أحق بالأمن مؤكفة فأي الفريقين أحق بالأمن أي هنا استفهامية وهي معربة لماذا جاءت معربة لأنها دائما تأتي مضافة سواء كانت شرطية أو كانت استفهامية دائما تكون مضافة فشابهت الأسماء أكثر لأن الإضافة من خصائص من من خصائص الأسماء وليست من خصائص الحروف فأي لأنها دائما تأتي مضافة فهي والإضافة من خصائص الأسماء ولا تأتي الحروف مضافة أبدا فهي أقرب إلى الأسماء معذرة فهي أقرب إلى الأسماء منها إلى الحروف فهي مبنية لشبهها الأقوى وهي أنها ملازمة للإضافة التي هي من خصائص الأسماء نحن قلنا هناك شبه قد شبه معنويا للأسماء المبنية سواء وضع له حرف أو لم يوضع له حرف فوضع حرف للاستفهام مثل الهمزة ووضع حرف للشرط مثل إن ولكن هناك شبه معنوي بين الحرف بين الاسم وبين حروف كان من المفضل أن تكون موجودة غير موجودة في اللغة قد تكون وجدت واندثرت وجاءت مبنية مثل كلمة هنا كلمة هنا إشارة للمكان القريب كقول الله تعالى أتتركون فيما هاهنا قاعدون معزرة أتتركون فيما هاهنا آمنين أتتركون فيما هاهنا آمنين وكقول الله تعالى على لسان ابن إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون فهنا اسم إشارة للمكان مبني وهو شبيه بحرف كان يستحق أن يكون موجودا وقد يكون أنه كان موجود واندثر لأن الإشارة من المعنى من المعانى التي من حقها أن تؤدى بحرف دال عليها مثل ما وضعوا أو أي العرب مثل ما وضعوا للنفي ما وللنهي لا وللخطاب الكاف كفي الخطاب وللسفام الهامزة لكن العرب لم تضع لها لماذا للإشارة حرفا فبنى النحات وقاسوا على هذه الأحرف الموضوعة للإشارة للنفي أو النهي أو الاستفهام وضعوا أن بنوا وقاسوا عليها أنه كان من المفترض أن يكون هناك حرف للإشارة فجميع أسماء الإشارة مبنية ما عدا هذان وهاتان لماذا لأنهما على صغة على صيغة المثنى والمثنى من خصائص الأسماء وليس من خصائص الحروف فأسماء الإشارة جميعها مبنية ما عدا هذان وهاتان تعرضان عرب من عرب المثنى لأنهما على صيغة المثنى والتثنية من خصائص الأسماء ونكمل الشبه الاستعمالي في محاضرة قادمة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر